اصابات الركب عند الرياضيين الرياضات اللي ممكن يكون فيها لعب الرياضة أو الرياضة معرض أكثر لإصابة الركبة نعم شكرا للاستضافة طبعا الإصابات الرياضية بمفصل الركبة إصابات شائعة جدا ممكن تحدث أثناء تأدية الرياضة وأثناء الحركات اليومية أيضا مثل المشي أو الركوب السيارة أو الخروج من السيارة إلى آخره لكن أغلب هذه الحالات بتصير أثناء تأدية الرياضة الرياضات الشائعة فيها هذه الإصابات اللي هي الرياضات اللي فيها حركة واحتكاك مثل كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة وهذه الأنواع من الرياضات لكن ممكن يصير زي ما حكينا بأي نوع من أنواع الرياضة نعم هل بيكون ممكن لأنه كمان حركة خاطئة أو حركة مفاجئة أحيانا بيحكوا أنه كمان الحركات المفاجئة ممكن أنها تسبب أعلام الركبة نعم 100% طبعا أنواع الإصابات الرياضية نوعين فيه إصابات مباشرة منسميها اللي هو بيكون فيه احتكاك يعني لاعب بتضرب لاعب آخر بشكل مباشر على الركبة نعم وفيه النوع الغير مباشر وهو الأكثر شيوعا يعني الإصابات غير المباشرة هي منتشر أكثر اللي هو حركة غلط زي ما تفضلتي اللي هو بيكون اللاعب أو الشخص بركض وبغير اتجاهه بشكل مفاجئ فالجسم يتجه باتجاه والرجل أو الركبة تتجه في اتجاه ثاني فبصير فيه حركة دورانية بالركبة فبصير فيه إصابة داخلية بمفصل الركبة نعم وهذه أكثر الإصابات شيوعا عند الرياضيين طيب كيف ممكن يعرف اللاعب أنه مصاب بممكن إصابات الركبة ممكن يمر يحكي ألام ركبة عادية أو بيمر مع الوقت ولكن كيف ممكن يميز أنه هذه إصابة بالركبة نعم السؤال مهم جدا طبعا أغلب الرياضيين بعرف مباشرة أنه فيه إصابة شديدة في الركبة أثناء الإصابة بسمع عادة اللاعب صوت يعني بسمع أنه فيه إشي تصار تمزق داخل الركبة وبصير فيه ألم شديد مفاجئ نعم وممكن صاحبه انتفاخ مفاجئ يعني مباشر بالركبة والإشي المهم أنه اللاعب ما بستطيع يكمل اللعب يعني بحس حاله أنه الركبة ما رح تساعده أنه يكمل المباراة اللي بلعبها فبالتالي بيضطر أنه يطلع من الملعب وفي أغلب الأحيان بحتاج لمساعدة أنه يطلع من الملعب يعني بحتاج لأشخاص يسندوه ويطلع بر الملعب هذه إصابة قوية تكون يعني طيب دكتور ما هي متلازمة الشلاتر الآن متلازمة الشلاتر هي إلها علاقة بتأدية الرياضة بتصيب عادة الأشخاص الصغار بالعمر بعمر المراهقة يعني بين عمر العشرة وستة عشر سنة تقريبا عادة هي ألم في مقدمة الركبة ناتج عن ممارسة الرياضة نعم هي الآن ما منعتبرها إصابة رياضية لكن ألم بيستمر وبانتهي الألم بانتهاء النمو اللي هو عادة بعمر الساعة لسبع عشر سنة بتوقف النمو عند أغلب الشباب فالألم بروح بعد هذا العمر نعم طيب دكتور هل أعراض تتشابه يعني الآن إصابة الركبة في يعني إصابات داخلية ممكن تمزق الغضروف وممكن تفتت بعظمة الركبة هل تتشابه الأعراض في كل الإصابتين يعني في الركبة في نفس المكان نعم ممكن أكتر من إصابة رياضية تعطي نفس الأعراض في مفصل الركبة طبعا الإصابات الشائعة زي ما تفضلتي هي إصابة الغضروف الهلالي اللي هو منسميه إحنا ماصلات صدمات داخل مفصل الركبة نعم والإصابات الأخرى إصابات الأربطة مثل الرباط الصليبي الأمامي والخلفي والأربطة الجانبية بالركبة أو اللي هي إصابات صابونة الركبة لما بتطلع صابونة الركبة من مكانها أو منسميها خلع صابونة الركبة لأن الأعراض في البداية متشابهة اللي هو ألم وورم وصعوبة في المشي إلى آخره بعد بفترة بتختلف الأعراض نوعا ما إصابات الأربطة بتعطي عدم ثبات من مفصل الشخص بحس أنه الركبة غير ثابتة ما بتسنده بشكل سليم أثناء المشي أو الركض إلى آخره بينما إصابات الغضروف الهلالي بتعطي ألم في نفس المكان عادة مع حركات معينة أغلبها حركات دورانية يعني لما بمشي وبلف الشخص بحس ألم في مكان معين في الركبة طب إيش أسوأ الإصابات اللي ممكن تحدث للركبة هل هي إصابات الغضروف الهلالي ولا إصابونة الركبة مثل ما تفضلت أيضا الإصابات الصعبة علاجها بشكل عام هي إصابات الأربطة والأصعب الإصابات لما يكون في عدة أربطة فيها تمزق اللي هو منسميه خلع الركبة يعني وليس صابونة الركبة لما مفصل الركبة بخرج من مكانه بصاحبه تمزق في عدة أربطة في مفصل الركبة هذا من الإصابات الشديدة اللي بتحتاج عدة عمليات عادة لترميم المفصل وإعادته لطبيعته نعم طيب كيف بتكون العملية العلاجية أو الرحلة العلاجية لإصابات الركبة هل ممكن فقط دواء بالمرحلة الأولية ولا لازم عملية حتى لو كانت الإصابة خفيفة نعم كل الإصابات الرياضية في المراحل البدائية أو أغلبها تحتاج لتثبيت مسكنات وعلاج طبيعي التثبيت مهم بالبداية حسب الإصابة نعم إذا إصابة بالأربطة يحتاج لتثبيت إذا إصابة بالغضروف الهلالي ما يحتاج لكن أغلب الحالات تحتاج لجلسات علاج طبيعي تقوي إعادة تأهيل للمفصل خلال الشهر أو شهرين الأولين بعد الإصابة وبعدين تقيم الحالة مرة أخرى إذا تحسنت الأعراض أو اختفت خلص ما في داعي لأي علاج آخر برجع الشخص لممارسة الرياضة بشكل تدريجي أما إذا استمرت الأعراض أغلب الحالات هذه تحتاج لتدخل جراحي تدخل جراحي بيكون عن طريق المنظار أو مثل عمليات الأولد سكول نعم أغلب حالات الإصابات الرياضية تعالج عن طريق المنظار اللي هو بيكون فيه جرحين صغار كل جرح حوالي نص سنتي فقط بننظر داخل المفصل عن طريق الكاميرا بنشوف شو الإصابة وشو مدى الإصابة وشو نوعها وبنتعامل معها عن طريق المنظار سواء كانت غضروف فلالي أو رباط صليبي أو إلى آخرين نعم طيب دكتور بما أن العلاج الطبيعي أيضاً له دور في معالجة أو التخفيف من آلام الركبة هل في بعض التمارين أو الممارسات الرياضية اليومية اللي بتنصح فيها للناس اللي يعانوا من هذه الإصابات نعم أكيد لابد أن الشخص اللي يمارس الرياضة تكون عضلاته بشكل جيد فنحن نرى خاصة عندنا في مجتمعنا بعض الناس بيكون ما لعبوا رياضة لمدة سنة أو سنتين بعدين فجأة بروح بلعب نعم دكتور ما لعبوا رياضة طول حياتهم نعم مضبوط ويأتي بعدين صحابه بحكولوا خليلنا نلعب مباراة وكذا بلعب فبصير عنده إصابة نعم فلازم تكون العضلات مهيئة للرياضة وكذلك التحمية أو الإحماء قبل المباريات ضروري جداً صحيح وفي نقطة مهمة جداً للرياضيين خاصة الرياضيين اللي بلعبوا على مستوى احترافي اللي هو منسميه تهيئة العضلات أو منسميه اللي هو فيه تمرين خاصة فيه مدربين خاصين بدرب المريض كيف أسلوب الركض كيف أسلوب خاصة الرياضات اللي فيها قفز كيف لما يقفز الشخص كيف لما ينزل على الأرض كيف ينزل عشان يتجنب الإصابات نعم هاي يعني هذا الأسلوب مش كتير يعني منتشر في بلادنا لكن إن شاء الله بالسنوات القادمة رح يدخل ويصير خاصة الرياضيين المحترفين عشان ما يصير عندهم إصابات متكررة صحيح طيب دكتور ماذا عن كمادات التلجة يعني أول ما بتصير إصابة بالركبة أو حتى أحيانا الألام الركبة إنو حطوا كمادات تلجة هل هي فعلاً مفيدة ومخففة للألام؟ نعم يعني الآن إحنا ما نحن 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 تحكي تلج لكن كمادات باردة ممكن تخفف الورم اللي بصاحب لأي إصابة سواء بالركبة أو الكاحل في الفترة الأولى يعني بأول 24 ساعة مع رفع الطرف المصاب مع تثبيته إلى آخره هي بساعد أنه يخف الورم ويخف الألام المبدئي اللي بصير بأول يومين ثلاثة بعد الإصابة ممكن يساعد نوعاً نعم طيب دكتور كما في نقطة جداً مهمة ممكن الآن هو صار موضوع تجاري في بعض شركات الأدوية بتسوق على بعض أنواع الكولاجين إنها تقيم الإصابة بألام الركبة وإصابات الركبة وفيه أنواع مخصصة ممكن للرياضيين ما مدى فعالية هذه الأدوية المنتشرة بكثرة الآن؟ نعم منتشرة كثير هذه الأدوية سواء عن طريق حقن في المفاصل أو عن شراب بنشرب يعني عن طريق الفم الصحيح أنه ما فيه دراسات علمية تثبت فعالية هذه الأدوية لحد الآن كل هذه العلاجات طور البكوث والدراسة وما فيه دراسة مثبتة علمية بتثبت هذه الفعالية الفعالية نعم إذن دكتور سعيد ناصر سعدنا فيك وبهذه المعلومات عن إصابة الركب عند الرياضيين لهذا الصباح الدكتور سعيد ناصر استشاري جراحة العظام والمفاصل والكسوري سعد صباحك وشكرا جزيلا شكرا جزيلا إليك شكرا جزيلا إليك شكرا جزيلا إليك شكرا جزيلا لهم اشتركوا في القناة